يقول الكتاب المقدس نخلص بحياته نخلص من الغضب غضب الله في روميا الإصحاح الخامس فإذا نرى أن المسيح جاء ليغفر خطيانا ليخلصنا من الخطيئة وجاء المسيح لأنه هو واهب الحياة وهو ضامن الحياة الأبدية قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذا واهب الحياة وهو ضامن الأبدية وهو الذي قال أحب أو هاي دعوة لكل من يسمعني أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة فإنه عمل متكامل الخلاص في الحاضر الخلاص من كل الماضي من كل خطايا الماضي والعناية في الحاضر وضمان الأبدية مستقبلا مبتدئا بصيغة الحاضر لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص لأن كتير ناس بتعقدها إذا أنا قلبي مثقل فعلا صار عند العطش صار عند الجوع إنه أطلب الرب من كل القلب تصور تستطيع مثل ما يقول الكتاب المقدس لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص هذه الدعوة على مر الأزمان والعصور إلى آخر إنسان قبل مجيء المسيح ثانية فإذا نستطيع أن نستكشف ونستشف إن الخلاص هو عطية إلهية الخلاص هو عمل الله الكامل من الألف إلى الياء لا دخل للإنسان فيه ولكننا نضع ثقتنا وتصديقنا إذ نعترف بخطايانا ونتوب عنها ونتركها ونرجع إلى الله ونؤمن بيسوع المسيح المخلص اللي مات على الصليب من أجل خطايانا وأقيم من بين الأموات لأجل تبريرنا إذا فعلت هذا الشيء أحبائي نخلص خلاصا كاملا يقول الكتاب المقدس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به لن خلاص ندعو باسم الرب فإذا هذا هو إيمان قلبي واعتراف علني وجهري إن أنا مؤمن بالرب يسوع المسيح وإلا كما هو مكتوب في العبرانيين إصحاح 2 فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره الرب أحبائي ما طلب مننا أي شيء آخر إلا نحط ثقتنا بعمل الكامل على الصليب لأن الخلاص عطية مجانية خلاص وحيد خلاص ثمين خلاص بالنعمة خلاص بالإيمان خلاص بدم المسيح خلاص بقوة الإنجيل بقوة هذا الإيمان أحبائي لأن هذا الخلاص له قوة خارقة جبارة يستطيع أن ينقذ ويستطيع أن يخلص أحبائي إذا عندك أي سؤال أو يستفسار المجال مفتوح يمكنك أن تتواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر